احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفع 165 من كليات الضباط الاحتياطة دايك بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون آمانة الدفاع عن الوطن وصوم المقدسته والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والاربعين لتحرير سيناء وقد شهدت مراسم الاحتفال عرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتلية وقوة التحمل العالية التي اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية ايضا تضمن العرض عرض للمهارات الفنية باستخدام السلاحة اظهر مدى التوافق الدهني والانضباط العسكري الراقي اعقبها عرض للمبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة ابرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث في مختلف المجالات